ونحن محتاجين نراجع نفسنا في الحكاية دي لانه كمان انا فاهم ان البي بي سي شأني عن الاعلام الغربي كله كاره ل30 يوني وفاهم كمان بي بي سي تحديدا لانها يعني العرب الاخوان المسلمين سيطروا على كل الجاليات الاسلامية في اوروبا وامريكا فهذا كلام استطيع ان اقول وانا مطمئن تماما لما اقول جميع الجاليات العربية الاسلامية الممثلة في كندا امريكا بولاياتها فرنسا انجلترا المانيا كل الدول كل من تتقيلوا يعني من دول روما تتقيلوا من دول كل الجاليات الاسلامية اللي هناك تحت سيطرة الاخوان وتحت سيطرة الاخوان يعني بيعرفوا يحركوا المجموع المسلمين هناك على انهم يعبروا ومش عن اراء المسلمين عن اراء الاخوان المسلمين الاضاية اللي شايفينها الاخوان المسلمين رقم واحد هي رقم واحد مش اضايا المسلمين اضايا الاخوان المسلمين ايش حجاب ايش اللي بيحصل في مصر ضد الاخوان المسلمين كل ده ببرقم واحد لان الاخوان هم اللي بيضعوا الاجندة وهم اللي بيديروا جميع الجاليات الاسلامية في الخارج هل حكومتنا مش وقدة بالها هل دولنا نقص ايد ولا نقص رجل اللي يتغير الواقع ده هل مكتبع احنا طبعا ما قدرش احاسب المجتمع المدني المصري ولا العربي لانه بلاد حيلة وممنوع انه يعمل حاجة اصلي بستكلم على الدول شايف المشهد ده فاحنا احنا صورتنا كمصر بتتباع بره للاخوان وبتتشوه بره بالاخوان بما فيها انه كمان المجموعات دي بتخترق وسائل الاعلام سواء بقى بالحوار الدائر سواء بقى بالاختراق نتيجة وجود اخوان جوه المؤسسات دي في مواقع ادارة وتجنيد با اي صور بقى فانا متفاهم جدا البي بي سي فيها النفس كمان مش الاخوان النفس التركي بي بي سي العربي لكن مش معنى كده خصومة وعداء ولعن ونفور وهجوم وتهجم وشماتة ليس هكذا يورد الابل او تورد الابل يا جماعة بناء حوار ومناء مصلحة هو بداية القدرة على الاقناع ويعني توصيل الرأي وانجاح المصلح انما النفور والعداء والامس وانخصمهم وهجمهم وانضيق عليهم وانش عارف ايه طمام فلكن خدوا بعضهم ومش قلت في بداية هذه المقدمة اننا في حاجة ماسة الى المرايا نحن في حاجة ماسة الى ان نرى انفسنا على حقيقتها دون تهوين او تهويل ودون مبالغة ودون يعني محاولة لتشويه او تشويش على الحقيقة عايزين نشوف نفسنا بملامحنا حبناها او محبناهاش حلوة او وحشة هي ملامحنا فان لم نتصالح مع مشاكلنا وندرك عيوبنا ونحاول ان نتفاداها وان نعالجها واذا رضينا عن انفسنا حتى الثمالة واذا يعني صرنا شعوبا او مجتمعات او دولا او حكومات نرجسيين لا نؤمن الا باننا الاعظم والاحصن والافضل واننا يعني يعني الذي لا يأتيهم البطل من بين ايديهم ولا من خلفهم هذا كله اجعلنا في حالة من الشلل شلل عن فهم المشكلة وشلل عن علاجها فتأتي المشكلة لتأكدنا جميعا الى حيث تريد المشكلة لا لحيث نريد نحن شكرا للمشكلة